وهكذا أيضا في منطقة أو في بلد الطنطة في مصر شاب طبيب صيدلي اسمه مجدي عطية جبريال عمره 33 سنة متزوج وعنده طفلين وجدوا مطعون بتسع طعنات في جسده ومذبوح طبعا الرقبة وهكذا منسمع عن الأحداث في بغداد أحداث اللي صارت في الكرادة أكثر من 220 شخص بسبب شاحنة مفخخة انفجرت في السوق التجاري والناس يعني عم بتجهز وعم تشتري لعيد الفطر وبهذه المناسبة بحب أهنئ أحبائي المسلمين في هذا العيد فتصور الناس عم تشتري وعم تتبضع شخص أو مجموعة في شاحنة متفخخة قتلوا أكثر من 220 شخص ومئات الألاف الجرحة وهكذا في إندونيزيا تسمع عن أمور قتل وكله طبعا معظم هذه الأحداث اللي نتكلم عنها يعني المسؤولة عنها داعش في السعودية استشهاد أربع رجال لأمن حتى في المكان المقدس لدى المسلمين عشرات القتل والجرحة في انفجار في بنجلديش في مطار تركية طبعا أكثر من 36 شخص والحادث المؤلم اللي صارت في أورلاندو في أمريكا بيتصل في الشرطة ويقيل أنا أعلن ولائي لداعش وهكذا أحباء كتير من شوف أنه شخص كمان بيدخل مطعم بيطلب من بعض الناس يرددوا آيات قرآنية إسلامية الناس اللي ما عرفت لهم الأجانب يابانيين وآخرون ذبحوا في داخل المطعم وهكذا فكل هذه الأحداث حدثت باسم الدين حدثت لأنه في داخل الإنسان كراهية شديدة لكل شيء يسمى خير أو نور أو أي شخص بيختلف معاه فهذا الشخص يكره كل شيء حتى يكره نفسه ولهذا السبب نشوف أحداث العنف وأحداث الكراهية وأحداث القتل